ويقول جندب بن سفيان رضي الله عنه دميت يعني خرجت دم من يصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض تلك المشاهد فقال هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت صابرا محتسبا في ذلك ويقول سامة بن زيد رضي الله عنه وعن أبيه أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إنا إليه أن ابن لي قبض فأتنا يا رسول الله فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسولا يقرأ السلام عليها ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتي النهاء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال فرفع الصبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفسه تتقعقع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام بالقراءة عليه وكانت نفسه كأنها قربة قد تأثرت أو ما سموه بشن ففاضت عينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال سعد يا رسول الله ما هذا يعني ما هذا الدمع الذي يخرج من عينك هل هو تسخط من قضاء الله فقال صلى الله عليه وسلم هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء وقد توفي أبناء النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وتوفي أحفاده في حياته إلا ما كان من فاطمة ومن ابنيها الحسن والحسين فصبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك حتى أن أعداءه قالوا تمهلوا قليلا عليه فإنه ليس له ذرية يموت ذكره بموته فأنزل الله تعالى قوله إن شانئك هو الأبتر يعني الذي استنقصك وتقلل منك وسبك هو الأبتر وهي هو الذي سينقطع نسله هو